خبر مهم ليه علاق بإنجاز كبير جدا كده نقامت بالدولة المصرية ولما كنت بتكلم على مواقف الأحزاب والقوة السياسية كان لما نجي نتكلم في التليفون كده كان بأهم عنوان لازم يتم الوقوف أمامه تجربة مصر في القضاء على فيروسي بعد ما كنا من أوائل الدول للأسف الشديد في المسألة دي قدرنا إن إحنا نقضي على المرض ده نهائيا ومش بس كده لما شفنا منظمة الصحة العالمية إزاي أشادت بالتجربة المصرية وإزاي دعت دول العالم اللي عندها يعني هذا الوباء أو هذه المشكلة إنها تستعين بالتجربة المصرية العلاج اللي كان بالمجان الكشف المبكر بس مش على قد المصريين كل ضيوف مصر الموجودين عندنا كمان يعني مد القارة الإفريقية ببردو الأطباء والكوادر الطبية اللازمة للتعامل في هذا الملف فبكل تأكيد ده إنجاز كبير المرض اللي كان بينهش في أجباد المصرين زيان بنقوله وبيعطل أي جهد وأي طاقة وناس كانت يعني بدوخ وفطورة ومصاريف وهم كبير فالمسألة دي النهاردة هذه التجربة كانت مطروحة أمام اجتماع تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على ارتهاب الكبد الاجتماع ده عقد على هامش الدورة 78 من اجتماعات الجماعية العامة لأمم المتحدة بنيويورك وهناك دكتور خلد عبدالغفار وزير الصحة أكد على نجاح الدولة إنها توصل بشكل عادل لرعاية مرضى فيروس ارتهاب الكبد وتقليص الشعب من هذا المرض اللي فتك بالألاف خلال العقود الماضية وأشار وزير الصحة طبعا إن خطة القضاء على فيروس سي ده كانت جاية من خلال مبادرة 100 مليون صحة اللي تضمنت توفير العلاج والسلزمات الفحص مجانة في 170 مركز لعلاج الفيروسات الكبدية على مستوى الجمهورية لغاية ما الحمد لله قضينا على هذا الفيروس